اه في الدرس اللي فات اتعرفنا على ازاي ان احنا ممكن نضيف التكس الوقتي بقى هتلاقوا فيه هنا ادي تكس مضاف تلقائيا هتلاحظوا فيه هنا التكس نفسه في بعض العلامات هتلاقوا فيه هنا العلامة دي ودي اسمها الامبوت ساين والامبوت ساين دي اللي هي مكان دخول التكس ودي هنا الاوت بوت ساين وحتلاحظ هنا الاوت بوت ساين هنا عليها علامة البيلاس ودي معناها ان هي اوفر سيت معناها ان هي فيها تكس مش ظهر. طبعا لو انا عندي تكسل بالظاهر ممكن عندك ترى تانية. يعني ما تروح تعمل كده للفريم من هنا كده تكبره شوية فيبدأ ان هو التكسل فيه يظهر حبة حبة. او ان انت بكل بساطة تروح على الفريم من هنا وتبدأ ان انت تعمل نفسك كمان. يعني انا في ان هي عاوزة لحد زي ما انت شايفين كده لحد ما يكون دي تكون ضيضة كده دي معناه ان ما فيش خلاص فيش اي حاجة اه 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 معناه ان في تكسل والفريم حجمه صغير. فحجم تانية تصغر حجم التكسل نفسه ايه ما تكبر حجم الفريم. فطبعا لو صغرته كده هتلاحظ طاعة طاعة تاني. لو كبرته هتبدأ خلاص انها تبدأ تختفي. طبعا في حالة انت يعني انا مش بانت صح صراحة ان انا اعملها نفسي لانا ممكن في الفضل اعمل وراها وهي يطلع حجمها كبير. طب تعمل ايه? ممكن تروح تكتب على ده او على هنا ده. وعملت الدبل كلك عليه. وطمانتك اللي هيعمل له لحد ما يضمن ان كل التكس بازبال زبط كله ظاهر بالكامل. اه دي العلمتين اللي هي اللي هي على الكورنر اليمين في الاسفل دي وعلى الكورنر اليسار في الاعلى. دي اللي هي الخاصة بالاااا بالاااا بالااا اموة صاين ودي الاوتبوت صاين. اما آآ دول هنتكلم عنهم على الان كورت دي عشان نعمل منهم ودي خاصة بالكورنر ودي بساطة لو عملت كده ضغط عليها وبكه راجعت بتسحبها انها هتبوص انها بتعدلك بتخليها عموما هخليها بعد كده مع لكن احابت اعرفكم على ايه هي الحاجات الموجودة في ايه طبعا لو ضغطت هنا على هتبوص انها بيعمل لك هنا زي ما تشايف كده يعني انا ممكن اعمل وعمل كده فيبدأ ان هو اه يعمل لك من هنا بس انا هتراجع عنها عشان ما بغوصش الدنيا وضغطت هنا كمان كده برضو هتبوص هنا اعمل لك احابت انت اعمل لها او عملت بالغلط مسلا ممكن انت تعمل بعد كده عشان يعمل لها يعني لو ان كايز انت ضغط عليها بالخطأ كده هيعمل لها عشان تعمل لها زي ما تشايف بالشكل ده كده طيب خليني اقافل الفريم وفي عندنا هنا تكست موجود هنا في الاسفل هنا عشان نضيف التكست وفي هنا صورة في الجهة الاعلى طبعا تشوف بقى زي ان احنا ممكن نعمل امبورتنج للتكست وممكن احنا نعمل امبورتنج للصورة بكل بساطة عشان تعمل امبورتنج للصورة بنجي نعمل من فايل هنا بتلاقي عندك هنا بلايس ادي فايل بلايس اه وهروح من هنا راح اختار الصورة خلي انا راح عليك لسو نرقم وان طبعا ممكن عندك الصورة اللي اسمها بريدية ومبدئيا مش هعاوز اعمل ساكس للاي اوبشن من الاوبشنز اللي موجودة هنا يعني اي اوبشن قدامك هنا اه خليه دي سيبول كده او خليه انشكت وبعد كده هعمل او بحيد ان هو يعمل لك الصورة زي من شايف كده قدامك وحابد ان انا الصورة اعمل لها ودروب كده اه دراج زي من شايف كده اعمل لها في المكان اللي انا عاوزه بالشكلة ده كده طبعا لو ساحتها اكتر كده انا هتبصد ان الفريم هنا بيكبر في حين ان الصورة نفسها حجمها ما بيتغيرش وده هنتكلم عنه باذن الله في الدرس القادم لكن اجمالا خليني اه اكبرها لكم شوية لو روحت مثلا هنا كده وحبيت انت الصورة اه تكبرها عن كده اه في لازم تسامل الكنترول او اللي هو لكن عموما حتى الان احنا ماشي بنيكلم عن امبورتنج الصور فبس حبيت اه 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 انا بقى كم ان انت لو عملت كده هتواصل الفريم بيكبر لوحده في حين الصورة ما بتكبرش في حين انك لو ضغط على الصورة بش كده كده الغط في السنتر بتاحها في دايرة هنا عندكم هي الحقيقة مش ظهر عندي بسبب الكامتازية الحقيقة لكن فيه الدايرة اللي عندكم دي اسمها الكونتينت جرابر هتلاقوا انها فيه المنتصف ممكن ما تكونش ظهرة هي ظهرة عندي خفيفة قوي يا كده انا عارف انها مش هتكون ظهرة قدامكم لانها اه فبعتذر انها مش ظهرة لكن انتم عموما هتكون ظهرة عندكم هتلاقيها الدايرة كده في المنتصف تضغط عليها بيبدأ بيعملك فريم هنا اورنج بشكل دك او يعني دارك اورنج لاحظوك ده داني بعمل فريم في العادي اللي هو ال ده رؤ ده جزا ده المنتصف في النصف بيعمل سيلكتنج هنا لالفريم بتاع الصورة ده ايد هنزل نفسها ولو عملت كده هتلاحظو ان الصورة نفسها هي اللي كبرت في حين ان الفريم مفضل زي ما هو وضغط على الفريم نفسه كده هتعمل لك نفسه من هنا بالشكل ده كده كده الفريم كبير في حين انك لو ضغطت على في نص حتلاقي ان الصورة مزالت حجمها مختلف عنه. طب ازاي ان انا ممكن نكبرهم الاتنين مع بعضيهم? خليني اتراجع بس هنالخطوطين دروت عشان ديكم ازاي مكبرهم الاتنين مع بعضيهم. لو انت عاوز تكبر الاتنين مع بعضيهم بنعمل على الكونترول او الهول في الماك وبنلدى ان احنا نعمل سحب بشكل تلك كده فحتلاحز ان الفريم بيكبر ومعاها الصورة. اه طبعا بعتزل ان الصورة ده او ان انا في الوقت الحالي لكن ممكن طبعا ان انا اعمل لها بشكل تاني ان انا ممكن اروح كده واعمل على الكونترول واعمل كده فيبدأ ان هو حجمها يكبر. اه يعني حبيت اوليكم ازاي ان احنا ممكن نعديلها فلو حبيت تكبر الفريم الفريم مع الصورة بنعمل على الكونترول وبنبدأ ان احنا نعمل بالشكل ده كده فبيكبر او بيصغر الفريم اه معاك بالشكل ده كده. بيصغر الفريم هو الصورة مع الهولدين كوترول. لو تساملت من غير كنترول هتلاحز انت بتعمل على الصورة لوحدها وبتعمل على الفريم لوحده وفي كل واحدة ده هتكبر حجم الفريم لوحده وهنا هتكبر حجم الصورة لوحدها. اما حبيت تكبر اتنين مع بعضيهم لازم تعمل تعمل على الكونترول في الويندوز او كماندا في الماك وتبدأ ان انت تعمل عشان هيكبرهم لك الاتنين مع بعضيهم بالشكل لك ده. كده انتهى الدرس بتاعنا عن اضافة اібجكت اللي هي من نوع الصور. وحنتكلم ان شاء الله في الدرس الجاي. ازي انت ممكن بضيف التكست في الفريمز اللي موجود واد Bernays ادامكم ان يبديل. اه بس في حاجة عارず اضيفها كمان للسور. ارى سيضيفها في الدرس الجاي ان شاء الله. اه شكرا في الدرس الجاي عمما اه اتمنى انا يكونو عجبكم. وهكلمكم في درس الجاي ان شاء الله. زي انت ممكن تجهز الصورة بشكل افضل من كده. شكرا واشوفكم في دعس القادم ان شاء الله.